لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد أهلا بك معنا دكتور قراءتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات الخاصة ببنك التنمية الإفريقي والذي يحمل عنوان هذا العام حجد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر أهلا ورحمة أستاذ النهى السحية لحضرتك وأستاذ الشهدي الكرام لا شك أن نهارده شاهدنا في كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتفاع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للسنمية في مدينة شرم الشيخ مدى حرص الدولة المصرية على زيادة وتعميق العلاقات والتبادل ما بين مصر ودول القارة الأفريقية أيضا بهود أثنمية وزيادة التعاون مع دول القارة والاستفادة من المزايا الأفريقية لكل دولة فالقارة الأفريقية ستمتع بموارد صبيعية وبشرية غنية جدا شفنا الاستفادة بحضور رؤساء دول أفريقية ورؤساء رقومات منظمات دولية محافظة البنوك المركزية وإتضافة مصر باجتماعات هذه المدموعة البنك الأفريقي للسنمية هو يعني يزيد من عمق العلاقات ما بين مصر ودول القارة الأفريقية طبعا لو شكنا أو سألنا يعني إيه أو وضحنا يعني إيه البنك أو البنك الأفريقي للسنمية هذا عبارة عن أحد مؤسسات التمويل الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية لدور مهم جدا في تمويل المشروعات السنموية في القارة الأفريقية طبعا في أهمية كبيرة لدور البنك الأفريقي للسنمية فيما يتعلق خصوصا بالحلول التمويلية الملائمة لإحياجات دول القارة وأيضا تحقيق المعادلة الصعبة فيما يتعلق بالتمويلات الضخمة أيضا خص المخاطر في هذه التمويلات وبخ المزيد من الاستثمارات في هذه الدول عظيم دكتور في هذا السياق بالتحديد حديث عن التمويل المختلط على إعادة التوازن بين طرفي المعادلة المخاطرة وعائد الاستثمارات على النحو الذي يمكن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من تقديم الدعم اللازم للاقتصادات الناشئة لتعزيز جهودها للتحول للاقتصاد الأخضر كيف ترى هذا السياق؟ بدون شك أن فكرة التمويل المختلط تتمثل في الحصول على تمويل منخفض التكلفة ولكن من خلال استثمارات خارجية بمعنى أن هناك تركيز أن تكون التمويلات من خلال استثمارات وليست من خلال ديون لو نظرنا لو وجدنا أن البنك قام بإنشاء مؤسسة للأمن الدوائي واللقاحات وكان نصر لها دور مهم جدا في هذا الصدد بالإضافة أيضا إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات أصاقى الجديدة والمتجددة أيضا التحول للأخضر أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق طموحات تنموية هذا الدور الذي يقوم به هذه المؤسسة الدولية تعنى بقضايا السنية داخل القارة الإفريقية وأيضا سنية المشروعات تحقيق القطاع الخاص للقيام بدور أكبر وأيضا مشروعات صديقة للبيئة كل ذلك بهدف مزيد من التطور ومزيد من تحقيق معدلات نمو أكبر لدول القارة الإفريقية احتضان مصر لهذا المؤتمر وهذه الاجتماعات يدل على مدى حرص مصر وحرص القيادة السياسية على أن تقوم مصر بدور رائد في هذه المنظومة الكبيرة من خلال دول القارة الإفريقية وتوحيد الجهود للنهوض بالقارة بشكل أكبر اتضحت فكرتك دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد أشكرك جزيل الشكر